بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلاب سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان ملخص شامل في الأعداد المركبة والتهويلات النقطية الخاص بسنة الثالثة ثانوي لشعبة العلم التجربية والتقنة الرياضي والرياضي إذن ولننطلق على بركة الله في الشرحة المفصل إذن في الأول نتحدث أبنائي على هذا الشكل لاحظوا جيدا قال الشكل الجبري لعدد مركب زاد يساوي إكس زائد إي إقلاق حيث إكس عدد حقيقي وإقلاق عدد حقيقي ولما يضرب إي صبحت خيولي إما أعطيكم مثال معنى زاد مثلا يساوي واحد زائد إي هذا يسمى الجزء الحقيقي وهذا يسمى الجزء التخيل نسبة إلا أنه ضرب في إي أما إذا كتبنا زاد مثلا يساوي إنا ثلاثة فهذا حقيقي وإذا كتبنا زاد يساوي إنا مثلا ثلاثة إي هذا تخيلي صرف لأن فيه هذه فيها إلا الجزء التخيلي إذن قال والشكل المثلثي هو زاد يساوي إير في كوستيطة زائد إي في سينستيطة إذن هذا الشكل المثلثي وهناك الشكل الأسيلي هو زاد يساوي إير في أسية إي تيطة حيث تيطة هي عمدة هذا العدد المركب لاحظوا أبنائي قال تيطة تسمى العمدة والطاولة وإير إذن تيطة تسمى العمدة إير الطاولة ويرمز إلى تيطة بالرمز أرج زاد ويرمز لها بهذا إذن إذا جئنا إلى هذا المثال مثلا هنا نقول طاولة زاد تساوي الحقيقي مربع وهذا زائد هذا العدد هنا الذي يكون مضروف في المربع تحت الجذر وتساوي جذر إثنان هذه هي أر أما لاستخراج العمدة فنقول أرج زاد يساوينا كم؟ يساوينا تيطة وتساوي لإيجاد ذلك نقول كوس هكذا كوس تيطة يساوينا الحقيقي على الطاولة وسينيس تيطة يساوينا التخيل على الطاولة نضرب هنا في المرافق تصبحنا جذر إثنان على إثنان وهنا جذر إثنان على إثنان ما هي الزاوية التي لديها الكوس مثل السينيس هي بي على أربعة وهي خمسة وأربعون درجة كما كذلك أبنائي عليكم أن تعلموا هنا في الدائرة المثلاثية في الدائرة المثلاثية أمر مهم أبنائي هنا عليكم أن تتعلموا بالآلة الحاسبة زائد الموضع الآلة الحاسبة لما نحسب بالآلة الحاسبة مثلا لكن لا نراعي مثلا إذا عطيت لنا مثلا زت يساوينا واحد ناقص اي واحد ناقص اي هنا إذا جئنا إلى الكوس يصبح يساوينا الحقيقي على الطاولة ويساوينا جذر اثنان على اثنان والسينيس يصبح لنا يساوينا ناقص جذر اثنان على اثنان يا أبناء هنا لما تأتوا إلا حاسبة لا ترعوا الناقص يعطوها قيمة مجبأة يعني بالقيمة مطلقة هي سوف تعطي لكم أكيد خمسة وأربعون درجة لهي بي على أربعة لكن أينا هو موضعها في هذه هنا أبناء ماذا تقول القائدة هذه التي أعطيت لكم نسميها ألفا فتصبح لنا هنا ألفا وهنا بي ناقص ألفا وهنا بي زائد ألفا وهنا ناقص ألفا حتى تفهموا جيدا معنى هذه التي أعطيت لكم بالآلة الحاسبة هي هذه فضعوا هنا تصبح لنا ناقص بي على أربعة لو جاءت مكتوبة مثلا هنا هكذا ناقص ناقص أعطت لكم هي تعطي لكم خمسة وأربعون درجة لكن ضعوها في هذا الموضع يقول أحدكم لماذا يا أستاذ لأن الكوس سالب والسيني السالب تكون في هذا الموضع فنكتب بي زائد بي على أربعة أما إذا جاءتكم مكتوبة هكذا ناقص واحد زائد اي فأكيد الكوس كيف هو الكوس السالب والسيني اسموجب تكون في هذا الموضع فنكتب بي ناقص بي على أربعة وأكيد سوف بعد توحد ما قم نجد ثلاثة بي على أربعة وهنا نجد إذا كتبنا هنا بي على أربعة نجد خمسة بي خمسة بي على أربعة إذا نحفظ هذه القاعدة بالآلة الحاسبة الآلة الحاسبة أعطوا لها القيمة بالقيمة المطلقة ثم ابحثوا عن العدد وقوموا هنا بتعيينه بشكل في الدائرة المثلثية وابحثوا إذا كان مثلا كلاهما الحقيق سالب والتخيل سالب تكون هنا الحقيق سالب والتخيل مجب تكون هنا كلاهما مجابان تكون هنا التخيل سالب فقط تكون هنا وضعوا ذلك القيمة ووحدوا المقام فقط أبنائي نتحدث كذلك عن الانتقال من الشكل الجبري إلى الشكل المثلث مثلما تحدث قلنا طاولة أي عدد مركب هي جذر R تسايلنا جذر الحقيق المربع زائد التخيل المربع ولا يوجد الإي احذروا أن تأخذوا معكم العدد إي لا يمكن وإلا سوف تصبح لكم صفر وطيطة هي الزاوية التي تحقق مثلما قلت كوس طيطة يسايلنا الحقيق على الطاولة والسينيس طيطة يسايلنا التخيل على الطاولة مع الطاولة بما أنها طول دائما يا أبنائي قيمة مجبة تماما إذا كان الـ X يساوي الـ Y يساوي السفر فإن Z هو العدد الحقيقي عدد المركب الذي طاولته اسمعوها طاولته سفر ولا يوجد له عمدة هذا الذي يقع هنا في هذا الموضع هنا لا يوجد له عمدة احذروا أما سوف أعطيكم إذا كانت الأعداد حقيقية الأعداد حقيقية مجبة يعني تقع في هذا المحور من هنا فإن زاويتها كم؟ زاويتها أصلا لم تتقل إذن الأعداد الحقيقية المجبة إذن تكون زاويتها هي صفر وطاولته ونفسه يعني أعطيها لكم مثال أعطينا زادي يسايلنا ثلاثة هذا لو نأتي إليه تصبح لنا تسايلنا ثلاثة في أسية E صفر ولكن أكتبها 2P أفضل حتى تكون كتابة جيدة لو أكتبها صفر معنا نعود إلى الأصل الكتابة إذن الأعداد الحقيقية المجبة زاويتها صفر أما الأعداد الحقيقية السالبة فلاحظوا كم؟ 180 إذا أعطيت لنا مثلا زادي تسايلنا ناقص ثلاثة عفوا قلت زادي تسايلنا ناقص ثلاثة فإن ماذا؟ طاولته القيمة المطلقة وزاويته بما أن ننتقل من هنا إلى هنا فتصبح لنا E P إذن اسمعوا الأعداد الحقيقية إذا كان مجب طاولته هو نفسه وزاويته إثناني P إذا كان سليب فطاولته هي القيمة المطلقة معنا نصبح لنا هنا الثلاثة وزاويته بي نأتي الآن إلى الأعداد التخيولية الصرفة أعداد التخيولية الصرفة كذلك أبناء يتابعوا هنا إذا كان تخيولي صرف يقع في هذا الجهر يقع من هنا كم يكون من هنا إلى هنا كم زاوية 90 درجة أعطيكم مثال زاد يساويننا إثناني E فإن طاولته هي الإثناني وزاويته بما أنه مجب هو التسعون درجة أما إذا كان زاد مثلا يساويننا ناقص إثناني E يعني ها هي من هنا إلى هنا طاولته القيمة المطلقة إنزعوا الإي وضعوا إثناني وزاويته هي ناقص E P على إثنان يعني ها هي من هنا ناقص 90 أو إذا اتخذنا الاتجاه الموجب تصبح من هنا إلى هنا إنها إثناني في أسية ثلاثة P على إثنان وهي مئتاني وسبعون يعني لو اتجهنا من هنا إلى هنا نقول مئتاني وسبعون ولو جئنا من هنا إلى هنا لقلنا ناقص 90 فقط كما كذلك أبنائي يقول أحدكم لاحظوا جيدا لو نأتي الآن إلى مثلا زاد يساويننا واحد ناقص جذر ثلاثة يقول أحدكم هل هذا العدد هو تخيل الله هذا العدد حقيقي لكن احذروا إنه سالب لأن الجذر الثلاثة يا أبنائي أكبر من الواحد فالقيمة هالي تكون قيمة سالبة وسبحنا طاولته ما هي طاولته طاولته أعكس هذه لأن الطاولة قلنا قيمة مجب سبحنا جذر ثلاثة ناقص واحد اسمعوها جيدا لأن هذا سالب والطاولة قلنا هي موجب كأنما نضربها في ناقص لكن الزاوية بما أنه سالب يعني من هنا إلى هنا فسبحنا إي بي يا أبنائي إي بي لأنه سالب عدد حقيقي سالب زاويته تكون البي فقط نأتي كذلك أبنائي إلى شيء آخر لهو خواص طاولة والعمدة لاحظوا جيدا لدينا عندنا أولا زاد طاولة زاد معروف هذا طاولة زاد تساوينا طاولة ناقص زاد وتساوينا طاولة مرافق زاد معناها إذا جئنا إلى مثال زاد يساوي لنا واحد زائد اي هكذا فإنها إذا وضعنا طاولة هنا كم إذا وضعنا هكذا هنا هكذا تسبح لنا كم تسبح لنا جذر اثنان الآن نأتي إلى مرافق زاد مرافق زاد المرافق يؤثر إلا على زر التخيل لهو واحد ناقص اي لو نأتي الآن إلى الطاولة لو نحسبها كذلك يا أبنائي سوف نجدها جذر إثنان كذلك لو نأتي الآن إلى زاد لاحظوا تساوي أننا قلنا واحد زائد إي لو نضرب هنا في ناقس هنا في ناقس وهنا في ناقس تصبح لنا هكذا الطاولة طاولة طاولة هذه تبقى هي جذر إثنان إذن لهذا قال على هذه الخاصية عندنا كذلك أبنائي ما نسميه لاحظوا نقطة نقطة إذن عندنا كذلك حيث زاد قلنا هو مرافق زاد ولدينا كذلك مثلما قلت أن زاد بار يساوينا يعني يؤثر على التخيل معنى لو أعطيت لنا مثلا كذلك زاد مثلا يساوينا ثلاثة مرافقه زاد بار يساوينا ناقس ثلاثة أما إذا أعطينا زاد يساوينا ثلاثة فإن مرافقه يبقى هو الثلاثة لأن يؤثر على التخيل لا يؤثر على الحقيقي إحضر من هذه الأشياء عندنا كذلك أبنائي قال كذلك عندنا arg عندنا arg ناقص z arg ناقص z تساوينا ماذا المعروف مثلا أعطيكم مثال إذا عطيت لنا z حتى تفهموا z يساوينا قلنا 1 زائد a فإن arg z قلنا هي 45 درجة مع هذا معنى مع هكذا لو تصبح لنا هنا تصبح لنا كم تصبح لنا لاحظوا جيدا إذن تصبح لنا هذا الناقص لأن هذه كيف تقرأ في الأصل تقرأ arg ناقص 1 زائد arg ماذا arg زاد هكذا تقرأ لأن هذا في الأصل هو جداء عدد لأنه هو الناقص 1 في زاد الناقص 1 في زاد معروف مثلها مثل اللغارة الم لغارة الم a في بي يساوينا لغارة الم a زائد لغارة بي احفظها بقواعد لغارة الم حتى تفهموا تصبح تساوينا هذا العدد قلنا عدد حقيقي السالب والعدد الحقيقي السالب قلنا كم هي عمدتهم عمدتهم هي بي زائد ماذا زائد arg زاد arg زاد في مثالنا هذا هي بي على أربعة ويمكن هنا أن نوحد يصبح لنا خمسة بي على أربعة يعني بعد التوحيد المقام هكذا إذن هذه جداء عددين جداء الارغ يساوينا ارغ الأولى في ارغ الثانية عندنا كذلك أبنائي هذا الأمر arg زاد بار arg زاد بار تساوينا ناقص arg زاد هذه خاصية كذلك إذا عطيت لنا دائما نبقى مع الزاد يساوينا واحد زائد اي فإن الارغ لديه ما هي arg هذا الزاد هي بي على أربعة فإن arg زاد بار تساوينا كم ناقص بي على أربعة إذا نحفظوا أن العمدة مع كل عدد المركب مع مرافقه العمدة يختلفان فإذا أخذ الأولى الزائد الآخر يأخذ ناقص والعكس صحيح متعكسان لماذا أبنائي حتى هنا في الإنشاء نلاحظ ذلك إذا كان عندنا هذا زاد هذا هو زاد هذه مثلا تيطة فإن الآخر يأتيكم من هنا لأنه يتأثر بماذا بجزء التخيل فقط يعني الجزء التخيل يكون على محور التراتيب فتكون هذه ناقص تيطة حتى تفهموا جيدا عندنا كذلك بعض خواص العمد لاحظوا جيدا عندنا كذلك إذا كانت عندنا طاولة زاد وأن تساوينا طاولة زاد لكل قوة أن طاولة زاد لكل قوة أن إذا أعطيت لنا مثلا مثلا إثناني هكذا لاحظوا أعطيت لنا زاد يساوينا واحد زائد إي طاولته كم تساوي طاولته تساوينا جذر إثنان لو وضعت هنا مثلا قوة أربعة هنا تصبح لنا هكذا قوة أربعة وتساوينا كم وتساوينا جذر إثنان الكل قوة أربعة خارجا هذه من خواص خواص ماذا؟ الطاولة عندنا كذلك أبنائي عندنا فيما يخص فيما يخص الأرك الأرك كذلك الأرك قلت لكم مثل اللغاريتم نحن نعلم أن إذا كان عندنا لغاريتم أ قوة أن تساوي أن أن في لغاريتم أ مع أقلنا فيها خواص هذه يكون موجب هذه مع اللغاريتم هنا كذلك عندنا أرغ زاد قوة أن تساوي هذا له الحق أن ينزل هنا مثله مثل اللغاريتم سبحنا أن في أرغ ماذا؟ في أرغ زاد حتى تفهموا جيدا معناه مثل ما هنا نتحدث عندنا كذلك أبنائي عندنا خاصية أخرى لاحظوا ماذا تقول مثل ما قلت جداء عددين مركبين جداء عمدتي عمدتين مركبين يساوي عمدة الأول زائد عمدة الثانية مثل ما قلت لغاريتم آ في بي تساوي لنا لغاريتم آ زائد لغاريتم بي لكن في لغاريتم تطلبوا ماذا؟ تطلبوا أن يكون الآ والبي قيم مجابة هذا نفسه يعني إذا كان عندنا أي عدد جداء عدد العمدة لهم تساوي عمدة الأول زائد عمدة الثانية وعندنا كذلك الحالة الأخيرة إذا كان عندنا زاد أرغ زاد على زاد فتحة ليس زاد بار فتساوينا مثل لغاريتم لغاريتم آ على بي يساوينا لغاريتم آ ناقص لغاريتم ماذا؟ بي هنا كذلك أرغ زاد على زاد فتحة تساوينا أرغ البسط ناقص أرغ المقام حيث الزاد فتحة والزاد والزاد مختلفا أعداد مركبة فقط نأتي كذلك هنا إلى بعض الخواص علينا أن نذكرها لاحظوا أبنائي قال ليس لاحظوا جيدا قال ليس كل عبارة من الشكل أر في كوس تيطا زائد إفي سينس تيطا كتابة مثلاثية للعدد مركب زاد حتى نتحقق أن أر عدد مجاب نعم لأن تخيلوا لو كان مكتوب ناقص إثناني في كوس مثلا بي على أربعة زائد إ في سينس بي على أربعة هل هذه كتابة هل هذه الكتابة هي كتابة مثلاثي العدد مركب الله يا أبنائي لأن هذه القيمة قيمة سالبة معناه علينا أن نأتي إلى هذه كذلك ونحل لغزوها الناقص إثناني قلنا ما هو هو عدد حقيقي سالب طاولته هي الإثنان وزاويته هي بي يعني يصبحنا كوس بي زائد إ في سينس بي إذا كاتبناها هنا على الشكل الأس تصبحنا إثناني في أس إ بي يا أبنائي تصبحنا تساوي هذه الكتابة ما هي هي إثناني في أس إ بي في أس هذا الآن بالداخل هو صحيح في أس إ بي على أربعة وتصبحنا إثناني في أس إ ونوحد المقام بي زائد بي على أربعة وتصبحنا تساوي إثناني في أس إ خمسة بي على أربعة عليكم هذه الأمر أن تحذروا منهم يا أبنائي إذن مثل ما يقال ليس كل ما يلمع ذهب لاحظوا جيدا أبنائي عندنا سوف نتحدث قال إذا كان R مثل ما تحدثت هنا قال إذا كان R أقل من الصرف إن كتابة للعدد المركب الذي طاولته ناقص R مثل ما تحدث العدد الذي قلنا زاد يساوينا ناقص إثناني في كوس بي على أربعة زائد في سينس بي على أربعة يجب أن نكون حذني هو يتحدث عن هذا العدد يجب أن يكون مجب أما إن لم يكن مجب قال وعمدته هي بي زائد إذا كان R يساوي سير فإنها كتابتها للعدد المركب الذي طاولته سفر ولا عمدة له دقيقوا مثل ما تحدثت هنا كيف كتبناه كتبناه زاد يساوينا إثناني في أسية إي بي زائد بي على أربعة لهو التيطة يعني بي على أربعة قال ويكتب على هذه السيقة ها هو المقصود من هذه عندنا كذلك أبناء لاحظوا جيدا انظروا مثلا ها هو الأمثلة من هذه الأمثلة إن شاء الله سوف نلخص أفكارنا قال مثلا تيطة إذا كانت تيطة محصور ما بين الصفر والبي يعني ما بين صفر ومئة وثمانون فإن زاد يصبح لنا يصبح لنا كوس تيطة لاحظوا في كوس تيطة زائد إيفيسيونيس تيطة لدينا ماذا هنا معناه لاحظوا جيدا إذن ننتبه هنا جيدا قلنا إذا كانت عندنا كتابة مكتوبة من الشكل كوس في كوس تيطة زائد إيفيسيونيس تيطة إذا كانت تيطة ما بين الصفر والتسعون ما بين الصفر والتسعون لاحظوا جيدا حتى لا تخطيت أموركم يعني تيطة تكون من هنا إلى هنا الكوس كيف يكون يا أبنائي في هذا الربع يكون مجب إذن فتصبح لنا هذه هي الطاولة وهذه هي العمدة أما إذا كان محصور ما بين السفر والبي معناه ما بين السفر والبي هنا تصبح الكوس فيها السليب وفيها المجب لأن الكوس من هنا إلى هنا يكون مجب ومن هنا يكون السليب فماذا قال فإن الطاولة زاد تصبح لنا تسوينا ناقص كوس تيطة أو نضع هنا القيمة المطلقة أفضل هكذا نضع القيمة المطلقة حتى تكون هذه القيمة مجبة أو سليبة لا يا أبنائي حتى تفهموا جيدا أما الزاوية فتكون لنا بي زائد بي بي زائد تيطة أو هنا يعني الأفضل أن نقول في هذا المكان نقول أن تكون تيطة محصورة ما بين ماذا ما بين معناه ما بين التسعون درجة والمئة والثمانون درجة لكن الكتابة لا يمكن أن نكتبها كذا نقول ما بين البي وبي على إثنان يعني تكون من هنا إلى هنا لما تكون من هنا يعني هنا الأفضل أن نلخص هكذا حتى تتفهموا حتى لا تتخطيط على أبنائي هنا لما تكون التيطة في هذا الموضع هنا تكون الكوس كيف هي السليبة وتصبح لنا الطاولة هي أن نعكس القيمة السليبة فقط بعدها أبنائي حتى لا نكتر الكلام في هذا الموضع قال ملاحظة قد تعطى العبارة من الشكل زاد يساوي أن R في سينس تيطة زائد E في كوس تيطة معنا كل الأمور تعطى معكوسة كيف؟ لأن نحن نعلم أن العدد المركب يكتبوا R في ماذا؟ في كوس تيطة زائد E في سينس تيطة مع أرقم مجابة تماما هذا الشكل ماذا؟ المثلثي لكن نلاحظ إلى مثالنا هذا الذي يعطى هنا يعطى لنا مع كوس انظروا الأمر السينس أصبح في مكان الكوس والكوس أصبح في مكان السينس حتى تتفهموا جيدا دقيقوا هاية وهاية قال تحول الكتابة إلى هذا الشكل ما هو الشكل الذي تحول إليه؟ يعني هي كتابة أنا تحدثت عليها كثيرا ووضعت لها البراهن لكن يمكن أن تحفظوا هذه الفكرة زاد يصبح يساوي أن كوس P على إثناني ناقص تيطة زائد E في سينس P على إثناني ناقص تيطة لما تعطى لكم الأمور هذه في مكان الكوس يأتي السينس ومكان السينس يأتي الكوس سينس احفظوا هذه العلاقة فقط يا أبنائي عندنا موضوع آخر كذلك أبنائي قال لكي يكون زاد عدد حقيقي لابد أن يكون جزءه التخيل معدوم يعني حتى إذا كتبنا هكذا زاد يساوي أنه إكس زائد إيغراج إي حتى يكون حقيقي يجب أن يكون هذا الجزء كم يساوي يساوي الصفر هذا معروف لكن هذا الجزء ليس بالضرورة الإي إنما الجزء المضروف في الإي فقط يكفينا أن يكون هذا يساوي الصفر أو علاقات أخرى أن يكون زاد ناقص زاد بار يساوي الصفر إذا وجدنا هذا الأمر فإن زاد عدد حقيقي أما أن يكون تخيلي صرف إذا كوجدنا زاد زائد زاد بار يساوي لنا صفر ويمكن أن نتحقق من هذا الكلام لاحظوا جيداً نحن نعلم أن زاد يساوي أنه إكس زائد إيغراج إي وزاد بار يساوي أنه إكس ناقص إيغراج إي تعالوا نقوم بعملية الجمع بينهما لو نجمع يذهب هذا ماذا؟ يذهب أولاً هذا مع ماذا؟ مع هذا لما يبقى يبقى لدينا هذا إذن زاد زائد زاد بار كم يعطيناه؟ إذن اسمعوا زاد زائد زاد بار هنا ربما معكوس الأمر أصبح معكوس هكذا إذن زاد زائد زاد بار يعطيناه حقيقي وزاد ناقص زاد بار يعطيناه تخيلي تعالوا زاد ناقص زاد بار يساوي لنا كم إكس زائد إيغراج إي ناقص إكس زائد إيغراج إي لأنه لما ندخل ناقص على هذا يعني أعذروني هناك خطأ مطبعي فقط فيذهب هذا مع هذا تصبح لنا تساوي لنا إيثنان إيغراج إي إذن زاد ناقص زاد بار هو تخيلي وزاد زائد زاد بار هو ماذا؟ هو حقيقي أما إذا كان كلاهما معدون فإن زاد يساوي صفر وهو عدد حقيقي وبداية المعلم لهو هذا الذي قلنا ليس له طاولة وليس طاولته هي الصفر وعمدته غير موجودة فقط يا أبنائي نأتي كذلك أبنائي إلى شيء آخر مهم يحتاجه الطلبة اللي هو دستور موابر وتطبيقاته كيف معناه زاد؟ لاحظوا زاد مثلا يعطي لنا هكذا المثال لاحظوا جيدا زاد يساوينا مثلا جذر إثنان في كوس بي على أربعة زائد إي في سينس بي على أربعة هذا الذي هو في الأصل هو واحد زائد إي ويعطي لنا مثلا يقول أولا أحسب زاد قوة 2016 هنا نطبق دستور موابر كيف ذلك؟ أبنائي تصبح لنا جذر إثناني كل قوة 2016 في كوس تقول القاعدة معناه هنا نضع الكل قوة 2016 لكن القوة للزاوية تهبط هنا تنزل هنا وإلى القوة تبقى هنا حتى تفهموا جيدا إلى هذه الخواص لاحظوا نقطة نقطة إذن تصبح لنا تستوينا 2016 بي على أربعة زائد إي في سينس 2016 بي على أربعة هكذا أبنائي الآن نأتي أولا إلى 2016 نقوم بقسمتها على أربعة هل تعطي لنا كم؟ تعطي لنا خمسة ننزل تصبح لنا كم؟ ننزل ستة تصبح لنا هكذا تصبح لنا خمسمائة وماذا؟ خمسمائة وأربعة خمسمائة وأربعة معناه نقول هكذا إذن عندنا كوس إذن هذه يعني يمكن أن نختزل تصبح تساوي لكم جذر إثناني لكل قوة 2016 في كوس 2006 كم وجدناها؟ 2016 هي أربعة في خمسمائة وأربعة بي على أربعة زائد إي في سينس خمسة في خمسمائة وأربعة دقيقوا معي أرجوكم لا تتعجب في أربعة هكذا على بي على أربعة لم أفعل شيء هذا العدد عودته ب 2016 2016 ماذا تساوي؟ لأن القسمة هنا تامة إذن يذهب هذا مع هذا ويذهب هذا مع هذا فأتصبح لكم الكتابة هي جذر إثنان قوة ماذا؟ قوة 2016 في كوس خمسمائة وأربعة بي زائد إي في سينس خمسمائة وأربعة بي لم أفعل شيء لكن بما أن هذا العدد هو عدد زوجي العدد الزوجي هو مجموعة من الدورات يعني هنا هكذا ثم نعود هكذا ثم نعود هكذا مهما كان إذا قسمناه على إثنان فتصبح لنا خمسمائة وأربعة على إثنان إذن هنا إثنان تبقى لنا واحد لاحظوا هنا تصبح لنا خمسة وأصبح لنا هنا إثنان تصبح لنا مئاتين واثنان واثنان وخمسون معنى هذه تمثلنا ماذا؟ تمثلنا مئتان واثنان وخمسون دورة إذن مهما كان هذا العدد أين يكون؟ يكون هنا يكون في هذه الأماكن إذن فيمكن أن نحول هذه الكتابة تصبح تساوينا جدر اثنان قوة الفين وستة عشر وهذا كم يعطي لكم لهو كوس يصبح كوس صفر وهنا كوس صفر لماذا أبنائي؟ لأن إذا كان العدد عدد زوجيا فإنه زاويته هو صفر مهما كان زاويته صفر إذن بما أنه عدد زوجي فيكون هنا يقول أحدكم ولو كان عدد فردي هو خمسمائة وخمسة فيكون هنا نتحدث الآن بما أن ما زال زوجي كوس الصفر كم؟ كوس إذن هذا كل ينتبه حينكم هنا صفر هكذا كوس الصفر معروف إنه واحد والسيونيش لديه هو صفر فتصبح لنا هذه جذر اثنان قوة الفين وستة عشر وهو عدد حقيقي مرة يقول برهن أنه عدد حقيقي أما إذا جاءتنا الكتابة جاءتنا خمسمائة مثلا وخمسة أو خمسمائة وثلاثة مثلا هكذا خمسمائة وثلاثة خمسمائة وثلاثة هنا أبنائي ماذا تصبح لنا؟ تصبح لنا أن العدد يقع في هذا الموضع العدد يقع في هذا الموضع لماذا؟ لأنه يصبح لنا هو مجموعة من الدورة زائد نصف دورة العدد الفردية هي مجموعة من الدورة زائد نصف دورة فنحتاج أن نقول هي كوس بي زائد اي في سينس بي يقول أحدكم لم أفهم يا أستاذ لأن هذه خمسمائة وثلاثة في البي في الأصل هي خمسمائة واثنان بي زائد بي هذا قلنا هو مجموعة من الدورة لن نحتاجه يعني يمكن أن نضع في مكانه السفر ماذا يبقى لدينا؟ يبقى لنا بي هذا معروف أنه صفر وهذا معروف أنه ناقص واحد تصبح لنا ناقص جذر اثناني الكل قوى 2016 فقط نأتي إلى عنصر آخر لهو هنا تحدثنا عن لما يكون آن هذا هو 2016 تخيل لما لا يكون الآن يقول يطرح بعض الأسئلة أوجد قيم آن حتى يكون حقيقي حقيقي مجب تخيلي تخيلي مجب وتخيلي سالي هنا معناه يقول أحسب لنا زاد قوى آن مثلا لاحظوا زاد قوى آن مرات يأتينا السؤال هكذا نقول نضع زاد على جذر اثناني الكل قوى آن يقول أوجد قيم آن حتى حتى أوجد هكذا يأتي سؤال أوجد قيم آن حتى نتحدث عن ست حالات أولا حتى يكون زاد كيف هو حقيقي حقيقي ويسكت حقيقي فقط فنقول هكذا أبنائي تسبح لنا زاد على ماذا؟ زاد على جذر اثناني الكل قوى آن يساوي نكتب هنا يمكن أن نستغل الكتابة المثلثية الكتابة المثلثية تسبح لنا جذر اثناني على اثنان لأنها هو الاثنان يكتب هنا حتى يعني على جذر اثنان هكذا في كوس ماذا؟ في كوس بي على أربعة زائد اي في سينيس بي على أربعة هكذا الكل الكل هكذا قوى آن فيذهب هذا مع هذا لما يذهب هذا مع هذا المعنى تحصل على زاد على جذر اثناني الكل قوى آن هذه تبقى قيمة ثابتة أنه هذا ينزل إلى هنا وهذا ينزل إلى هنا فتسبح لنا كوس آن بي على أربعة زائد اي في سينيس آن بي على أربعة الآن تنطلق في عملية المناقشة يا أبنائي دقيقوا أرجوكم سوف نتحدث عن الحالات الست لكن دقيقوا معي الأمر جد جد بسيط لأن الكثير منها يقول يا أستاذ صعبة لكن لا صعبة مع الإرادة لاحظوا لو نأتي إلا الدائرة المثلثية هنا تفهموا كل شي حتى يكون حقيقي حتى يكون حقيقي يا أبنائي يعني حقيقي يكون ينتمي إلى محور فواصل حتى يكون حقيقي معناه أولا جزء التخيل يساوي السفر معناه هذا الجزء يجب أن يكون يساوي السفر هذا الأمر الأول معناه حتى يكون حقيقي معناه يكون سينيس أم بي على أربعة يساوي السفر وماذا؟ والكوس أم بي على أربعة لا يساوي السفر وإلا إذا كان هذا يساوي السفر وهذا يساوي السفر يصبح لنا النقطة أو وهو ما حدثنا عليه وهو أو هذا نقول لا يساوي السفر السينيس أين يساوي السفر للسينيس؟ السينيس يساوي السفر هنا على محور فواصل أكيد يكون على محور فواصل إذا تصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا m p على أربعة كم يساوي؟ يساوي لنا k p لماذا أبنائي؟ لأن محور الفواصل يرمز إلى أعفاظها محور الفواصل هذا يرمز له بk p كليا يعني من هنا إلى هنا لاحظوا سوف أعلمكم هكذا من هنا إلى هنا نرمز له بكابي محور الفواصل هو كابي احفظوها فيذهب من هنا هذا ويذهب من هنا هذا تصبح لنا أن تسوينا أربعة ك مع ك عدد حقيق عفوا عدد طبيعي إذن حتى يكون حقيقي أن يسوي أربعة ك الآن نأتي إلى الحالات الخاصة يكون أولا قلنا زاد ليس زاد مثلما تحدثت هو زاد قوآن على الجذر وإثنان كل هذه قوآن حتى يكون أولا حقيقي الآن ثم حقيقي مجب حقيقي مجب ونقول مجب تماما الحقيقي المجب تماما أو الحقيقي المجب أكيد سوف يكون من هنا إلى هنا هذه من هنا اسمعوها جيدا من هنا إلى هنا نرمز لها بإثنان كابي احفظوا أرجوكم إثنان كابي فنقول فتأتي اللغز هو هكذا لاحظوا تصبح لنا السينيس دائما السينيس يبقى دائما هو يسوي السفر والكوس يكون أكبر تماما من السفر لكن يكفينا إلا نتابع هذه لكن الشرط هو أن السينيس الكوس يكون مجب هذه تصوينا أن بي على أربعة يسوينا إثنان كابي لأن منه هذه الجهة تسمى إثنان كابي يذهب هذا مع هذا فتصبحنا أن يسوينا ثمانية كاب مع كعدد طبيعي عندنا كذلك الآن لما يقول سالب السالب أن الكوس يكون قيمة سالبة والسينيس دائما يبقى معدوم السالب هو هذا السالب يا أبنائي هو مثلما قلت هو الدورات الفرضية لما يأتينا عدد مثلا خمسمائة وثلاثة يكون في هذه الأمكنة إذا كان خمسمائة وأربعة مثلا هنا خمسمائة أربعة يكون في هذه الأمكنة أما إذا كان فرضية يكون من هذه العدد الفرضية كيف نرمز لها عدد الفرضية أبنائي نرمز لها إثنان ك ونضيف لها واحد فنقول آن بي على أربعة يساوي إثنان ك زائد واحد ماذا بي فقط ثم يذهب قلت احفظوها العدد الفرضية أو نعم الأعدد الفرضية إذن يكون حقيقي سالب إذا كان مكتوب على الشكل أعدد الفرضية إثنان ك زائد واحد في بي يذهب هذا مع هذا وتصبح لنا آن يساوينا كم أربعة في إثنان ك زائد واحد ويمكنكم تصبح لنا ثمانية ك زائد ماذا زائد أربعة يا أبنائي الآن بعدما أكملنا مع كلمة حقيقي الحالات كلها الحقيقي موجب أولا حقيقي وحقيقي موجب وحقيقي سالب نأتي الآن إلى كلمة تخيلي إذن نقول زاد زاد على جذر إثنان الكل قوة آن أولا نأتي إلى تخيلي فقط التخيلي ما هو أنه يجب أن يكون الكوس هو الذي ينعدم لأن هنا في المحور دائما العدد التخيلي هي هذه من هو الذي ينعدم هنا ينعدم الكوس فنقول أولا كوس آن بي على أربعة يساوي السفر وسينيس آن بي على أربعة لا يساوي السفر حتى يبقى دائما عدد تخيلي لاحظوا جيدا إذا إذا يساوي السفر سبح لنا زاد يساوي السفر وهو المبدأ لاحظوا جيدا أين قلنا يساوينا إذن ينعدم إذن عدم هذه هذه من هنا إلى هنا كم إنها بي على إثنان معنى كل الكلمات التي تحدثنا مع الحقيقي أضفوا لها فقط اسمعوني أضفوا لها تسعون درجة إذن يكون تخيلي هنا أكيد صرف لا جدال إذا كان آن بي على أربعة أولا يساوينا ماذا يساوينا بي على إثنان زائد كابي حقيقي قلنا يساوينا كابي تخيلي نوضيف لها التسعون ثم نأتي نذهب هذه مع هذه مع هذه ونستعمل جداء الطرفين جداء الأوسط يصبح لنا الآن يساوينا أربعة على إثنان زائد أربعة كابي فقط ويصبح لنا إثنان زائد أربعة كابي كعدد طبيعي الآن إذا قال تخيلي مجب تخيلي مجب أنه هذا يكون هكذا والكوس يكون ماذا والكوس يكون يساوي السفر إذن يكون معناه في هذا الأمكان هنا مثل ما قلنا مع التأماء الحقيقي تصبح لنا على أربعة قلنا لما كان حقيق قلنا يساوينا إثنان كابي لكن هنا التخيلي ننظف شيء واحد هو التسعون درجة ونكمل فقط معناه يذهب هذا مع هذا مع هذا وتصبح لنا هنا قلنا بي على إثنان ليس بي على أربعة إذن هكذا ونكمل تصبح لنا آن يساوينا أربعة على إثنان زائد ثمانية كاب لاحظتم الآن إذا كان تخيلي صرف سالب أولا لما كان حقيقي سأحقيقي سالب ماذا قلنا قلنا آن بي على أربعة كنا نقول إثنان كازائد واحد في بي لكن السونس كيف يكون سالب قلنا بما أن نتحدث الآن مع التخيل نوضيف كلمة تسعون درجة فقط ثم يذهب هذا مع هذا مع هذا تصبح لنا آن يساوي كم يساوي إثنان بعد ما نضرب زائد أربعة في إثنان كازائد واحد لم أفعل شيء هذه هي الحالات كليا يا أبنائي الحالات السادة احفظوا الحقيقية أما التخيلية فأضيفوا لها كلمة تسعون درجة بي على إثنان وانتهى الأمر نأتي الآن أمر الأبنائي إلى موضوع آخر ألا وهو طبيعة مثلث لاحظوا قال هذا الأمر مهم جدا كذلك لأنه عليكم أن تتعلم لاحقتها زاد ز ولاحقة شعاء آ بي هي زاد بنقل زاد معروفة لحساب مركبات شعاء بالآن مركبة نقول نهاية نقص البداية لاحقة نهاية نقص لحقات البداية ونرمز لها هكذا زاد آ بي يرمز إليه هذا يستوي زاد بي نقل زاد آ وإذا كانت الطاولة الطاولة زاد بي نقل زاد يستوي أن هذه النسبة اللي هي زاد آ نقل زاد بي على زاد سي نقل زاد بي قال فلدينا طاولة هذا زاد طاولتها هي الطول بي على بي سي والزاوية هي الزاوية الموجهة هي بي سي النهاية دائما في المقام بي سي مع ماذا مع بي بي سي مع بي احفظوا هذه النهاية المقام ثم البسط لذا نستنتج ها هو جاءت الآن لنتحدث عن طبيعة المثلث طبيعة المثلث اولا اذا كان عندنا الشرط الاول اذا كانت لارغ هذا العدد زاد هذه الزاوية كانت 90 درج فان المثلث قائما في النقطة التي تذكر في البسط والمقام مرات يعطي لكم خدعة يعطي لكم زاد على زاد بي يسوي مثلا بي هنا عفو ليس يسوي مثلا اثنان اي يقول ما هي ما هو طبيعة المثلث او او بي هنا النقطة التي لا تظهر يا أبني هي النقطة او احذارو هذا يصبح لنا مثلث قائم في النقطة التي لم تذكر في البسط ولم تذكر في المقام هو في النقطة او لأن مرات قلت يعطي لكم نقطتين فقط ويقول استنتج المثلث او او بي اين هي الو هي التي لأن الو لا تظهر لأن لحقتها معدومة حتى تفهموا جيدا يبقى أن هذا المثلث هو قائم في النقطة التي هنا والتي هنا هي النقطة او عندنا كذلك ابنائي شيء اخر قال اذا كانت طاولة تسوي واحد طاولة الان تحدث عن الطاولة هذه الطاولة تكون تسوي واحد ما معنى معنى ا ب ا يسوي ب س فماذا نقول على المثلث انه متساوي الساقين عندنا كذلك ابنائي اذا كانت لاحظوا هذه حالة استثنائية اذا كانت الطاولة واحد والزاوية تسعون درجة هنا فتصبح نهية هذه الخاصية مع هذه المثلث قائم ومتساوي الساقين لان قد اجتمعت التسعون درجة مع الطاولة تساوي واحد هذا قائم ومتساوي الساقين اين قائم قائم في النقطة التي تذكر في البسط والمقام حتى تفهم جيدا هذه اذا كان الطاولة اول شي الطاولة تساوي واحد والزاوية هي 60 درجة او ناقص 60 درجة فقط يعني ان المثلث متقيس الاطلاع هذه حالة خاصة احفظوها لما تجد الطاولة واحد والزاوية 60 او ناقص 60 درجة عندنا كذلك ابناء هذه حالات خاصة الخواص عليكم ان تنتبه لها اذا كانت الزاوية 45 درجة والطاولة تساوي الجذر اثنان على اثنان يعني ان المثلث قائم في اين قائم في ليس في البي قائم في الس ومتساوي الساقين ومتساوي الساقين هذه حالة استثناء يحفظوها والذلعان المتقيس هما ا س و س ب ا س ا س لاحظوا ا س و س ب هذه حالة استثنائية ارجوكم احفظوها وعندنا لما تكون لاحظوا اذا كانت الان الار تساوي ناقص 45 درجة والطاولة بقيت جذر اثنان على اثنان لانا قيمة مجاب يعني ان المثلث ا ب س قائم في اين قائم في ا ومتساوي الساقين والذلعان المتقيس هما ا و و مئة بالمئة يا ابنائي نأتي الان ابنائي الى شيئا اخر وهو مجموعة النقط لان العدد مركبة لها حجم كبير اولى مجموعة النقط اولى مجموعة النقط لو اعطيت لنا هكذا مثلا زاد يساوي لنا واحد زائد اي زائد بسية اي تيطة حيث يقول تيطة عدد ينتمي الى لنا تصنع لنا دائرة هذا لا جدال ايذن نقول مجموعة النقط هي ماذا هي دائرة يقول احدكم لماذا لان تخيل نأتي بهذا من هنا ولا اي نتصبع لنا زاد ناقص ماذا واحد ناقص اي تساوي ناقص اي تيطة تعالوا ندخل الرمز الطاول من هنا والطاول من هنا فاذا رمزنا الى هذه النقطة هي وهذه معروف انها النقطة فتصبح لنا يساوي الطاولة هذا العدد كم الطاولة هي واحد فتصبح لنا هذه ماذا دائرة مركزها النقطة الثابتة ونس قطرها يساوي واحد لو كانت هنا الثلاثة لقلنا نس قطرها ثلاثة حتى تفهموا جيدا عندنا كذلك ابنائي لما يعطى لنا كتابة اخرى انتبهوا يعطيها لنا هكذا زاد يساوي نفس الكتابة واحد زائد اي زائد ماذا زائد ك في اسية اي بي على اربعة لاحظوا بين الكتابة الاولى زاد يساوي واحد زائد اي زائد اسية اي تيط وانظروا الى الكتابة الاخرى هذه بقيت هي والزاد هو زاد لكن هنا التيط بي التي تتحرك وهنا الطاولة واحد والزاوية التي تتحرك مع ك يقول قيمة المجابة تماما يعطي لكم الطاولة معنى هذا ماذا ما هو الذي يتغير يا ابنائي انظروا حتى تعلموا لو نأتي بنفس الكتابة نحول من هنا سبحنا زاد ناقص واحد زائد اي يساوي لنا ك في اسية اي بي على اربعة هذا ماذا يعني زاد ناقص واحد زائد اي تساوي لنا بي على اربعة لان الطاولة غير ثابتة هذا ماذا يعني يعني مجموعة النقط هي نصف مستقيم ليس مستقيم لان الكار يأخذ نصف المجال من صفر الى زائد من النهاية اذا هي نصف مستقيم مبدأه اسمعوها مبدأه هو النقطة هو باستثناء يعني لو جئنا الى هذا الامر ونقوم برسمه امامكم واحد واحد يأتيكم ياميل بخمسة واربعون درجة لكن هنا نجعله مفتوح لماذا ابني لان الا لو تلتسق بالنقطة تصبح لنا ارج صفر وارج صفر غير موجود حتى تتفهم جيدا ويميل ويميل بزاوية قدرها كم بي على اربع حتى تفهم جيدا يا امني اذا لاحظوا الاختلاف بين الكتابتين لما تعطى لكم الكا عدد مجب قولوا نسم مستقيم اما اذا عطيت لكم تيطة هي التي تتحرك فقولوا ماذا فقولوا دائرة يقول احدكم يا استاذ واذا عطيت لنا الكا تتحرك لا هذا يبقى لنا وهذا مستوي لانا تصبح لنا تتحرك وتصبح لنا تمسح كل المستوي حتى تفهموا جيدا هذه فيما يخص مجموعة النقاط من هذا النوع يأتي كذلك مجموعة النوع اخر ابنائي نتابع جدا ها هي مجموعة النقاط المجموعة الثانية قال ليكن زاد يسعين افزاد زاد ماجيسكي حيث زاد الصغير يسعين اكس زايد اي اي قال لتحديد مجموعة النقاط من المستوي بحيث زاد زاد ماجيسكيل يعني زاد هذا الكبير حقيقي او تخيلي او حقيقي سالب او حقيقي مجب نتابع ما يلي هنا سوف اعطي لكم يعني نلخص الامر اكثر من هذا الامر الذي نلخص هنا لاحظوا قال نكتب زاد على الشكل الجبري يكون ذلك بكتابة زاد صغير يسعين اكس زايد اي معناها اذا اعطيت لنا اف زاد يسعين مثلا جي زاد على اش زاد نأتي الان الى كل من العدد ونكتبه بدلات ال اكس وال اكراك حتى نلخص لابناء هذا الامر ولا ندخل معكم في متاهات اخرى نعطيكم مثال بسيط اذا اعطيت لنا زاد اهل اعطي لكم اهل افضل تسعين مثلا زاد ناقص زاد ا على زاد ناقص زاد ب يقول عين مجموعة النقط حيث ماذا حيث زاد لاحقة ماذا لاحقة ام ام لعن التي لديها هي ال اكس وال اكراك يقول عين مجموعة النقط ونبدأ اولا ال حقيقي حقيقي اذا كلمة ال حقيقي لو نلاحظ جيدا هنا الامر كله متعلق بشيء واحد انتبه لا فقط اذا قلنا النقط ا ها هي ونقط ب ها هي لاحظوا معي الحقيقي الحقيقي معناه ار تصبح تساوي ناكا ب الحقيقي مثل ما تحدثنا مع دستور مواث الحقيقي معناه الزاوية تكون كا ب تخيل لو نأتي بالنقط ا ها هي نقط ا ونتركها تتحرك هنا على هذا الزاوية المحصورة ما بين ماذا ما بين a m و b m عفوا هنا لا المقام ثم البسط b m زاوية الموجهة و a m يجب ان تكون كم تكون copy copy نعم لو نأتي الان الى هذه النقط m تخيل تكون هنا a m من هنا الى هنا و b m كم تكون زاوية صفر لان شو يعني اذا كانوا متوازين ومتجهان بالتجاوات تكون زاوية محصورة بينهم صفر الان تخيل الى m لم تكون هنا هنا لاحظوا a m b m كم 180 هل تبقى دائما يا ابنائي تنتمي لمحور الفواصل نعم تبقى تنتمي لاحظوا لو جاءت هنا كم تكون صفر لانها خارج لو جاءت داخل تصبح لنا 180 هل حققت لنا هذا الشيء copy نعم نقول مجموعة النقط الحقيقي هي المستقيم a b باستثناء النقطة التي موجودة في المقام النقطة التي موجودة في المقام باستثناء النقطة ماذا b اسمعوها جيدا لاحظتم باستثناء النقطة الموجودة في المقام لان لو جاءت النقطة b يعني النقطة b مع النقطة an جاءت هنا تصبح لنا هنا يا ابني مشكل في مجموعة تعريف لكسر اسمعوها الآن نأتي لنقول الان ال ينتمي الى ار زائد زائد بلس ونجمة كذلك لان احتنا تفدأ الصفر هنا هكذا ما معناه معناه يا ابنائي معناه تصبح اثنان كابي اثنان كابي معناه الزاوية تكون محدودة بين بين هذه الاشيعة ما بين بي ام و ا ام تكون صفر هنا لو نلاحظ جيدا من هنا كم ا ام بي ام متعاكسا شعان 180 تخيلوا النقطة لو تأتيكم خارجا هنا تخيلوا فقط ا ام بي ام كم زاوية صفر تخيلوا لو تأتيكم النقطة في هذا الموضع هنا لاحظوا ا ام بي ام متجهين يقول احدكم سيدي بي لا يا ابنائي اشعان اذا كانوا متجهان الزاوية المحدودة بينهما صفر اما اذا كانوا متعاكسا فالزاوية بينهما هي 108 وانتهى الامر اذا ما هو المسار الذي يمكن ان تصنعه فلها الحق ان تتحرك في هذه الامكينة كما لها الحق ان تتحرك في هذه الامكينة ماذا صنعت لانا مسارها سوف يصنع لنا مستقيم باستثناء قطعة مستقيمة اذا نقول الحقيقي موجب اي ماذا مجموعة النقط هي ماذا هي المستقيم باستثناء القطعة ماذا القطعة ا بي حتى تفهموا جيدا باستثناء هذه القطعة ا بي ناتي كذلك ابنائي وباستثناء النقطة بهذه لجدالة فيها لاحظوا جيدا عندنا كذلك ابنائي لما يقول الان حقيقي سالب حقيقي سالب ماذا اضفنا بأمين قبل حقيقي سالب كلمة حقيقي سالب ماذا تحدثنا عنها في دستور موافر قلنا تحدثنا في دستور موافر قلنا ان تصنع لنا اثنان كزائد واحد في بي اذا هنا تصبح الكتابة هكذا لاحظوا تصبح لنا الزاوية يجب ان تكون اثنان كزائد واحد في ماذا في بي حتى تفهموا جيدا الان ما معنى معنى تكون الزاوية مئة وثمانون معنى حتى تكون زاوية مئة وثمانون لاحظوا هنا كيف تكون دقيقوا اذا من هنا كم ومن هناك الشعال متعكسين زاوية بينهما كم مئة وثمانون اذا ماذا يمكن ان تصنع لنا مسارها ماذا يصنع اذا الحقيقي سالب سالب اي ماذا مجموعة النقط هي القطعة المستقيمة اه بمفتوحة الطرفين مفتوحة ماذا قلت مفتوحة الطرفين هنا تفاديا لمجموعة التعريف وهنا تفاديا كذلك لمجموعة التعريف اخرى او تفاديا لان تنطبق النقطة ا مع النقطة ا تبقى لنا اذا هي القطعة المستقيمة المفتوحة بعدما تحدثنا على حالات الحقيقي نأتي الان الى حالات التخيلي نفس الكلام تخيلي التخيلي ماذا قلنا يصبح ان هو بي على اثنان زائد كابي الان لكن في الشكل كيف تكون يا ابني في الشكل عليكم ان تهتموا نوعا ما ماذا لو كانت هنا يجب ان يكون المثلث ما هي طبيعة المثلث هذا حتى يكون تخيلي يجب ان يكون مثلث قائم اسمعوها مثلث كيف يكون قائم يا ابني احفظوا هذه الافكار ارجوكم اذا المثلث القائم يعني معناه يكون هكذا ها هو المثلث قائم يعني 90 درجة معناه هذه النقطة يمكن ان تكون هنا كذلك 90 درجة هنا 90 درجة هنا 90 درجة هنا 90 درجة هنا كذلك 90 درجة يجب ان تكون 90 درجة ها كذا ماذا يمكن ان تصنع نحن نعلم ان كل مثلث قائم يجد دائرة تحيط برؤوسه مركزها منتصف الوتر اذا فتصنع لنا هذا المسار هذه النقطة ايه يمكن ان تصنع لنا هذا المسار إذن آل تخيلي صرف معناه ماذا مجموعة النقط هي دائرة قطرها نقطة ثابتة A B باستثناء B يجب أن يكون باستثناء B ليس A باستثناء بين مجموعة التعريف يقول أحدكم وأستاذ وإذا جاءت النقطة A انطبقت معها يبقى المثلث قائم مهما كان لقد درسنا هذا الأمر حتى بالبرهان إذن تصبح لنا ماذا تصبح لنا مجموعة النقط هي دائرة قطرها A B باستثناء B ونسق قطرها ماذا يصبح ونسق قطرها R يصبح لنا هو A B على إثنان ومركزه هو منتصف القطعة A B الآن نأتي إلى الشيء الآخر قال متان تخيلي صرف سالب موجب الآن تخيلي صرف كيف سامو أولا موجب موجب يصبح لنا هنا زائد إثنان كا بي P على إثنان زائد إثنان كا بي معناه ماذا يمكن أن نقول تخيلوا النقطة أم تأتينا هنا دقيقوا معناه قضية وضعية فقط تخيلوا تصبح لنا أم بي أم تابعوا إذن لاحظوا هنا قضية يعني لاحظوا ما لاحظوا أم بي أم يعني نحن هنا نتحدث بالاتجاه المباشر فتكون تلك المسال الذي تصنعه النقطة أم يكون هو هذا الجزء العلوي هذا هو الجزء العلوي إذن نقول مجموعة النقطة هي الجزء العلوي من الدائرة أي هنا ماذا نصف دائرة بالاتجاه المباشر بالاتجاه المباشر فقط يعني هو هذا الجزء العلوي بالاتجاه المباشر أما إذا درسنا التخيل صرف سالب أولا هنا تصبح لنا قلنا هنا في هذا المكان تصبح لنا بي على إثنان زائد هكذا زائد إثنان كزائد واحد في بي فتصبح لنا هذا الجزء هو نقول مجموعة النقطة هي النصف أو نصف دائرة نقول هكذا نصف دائرة بالاتجاه غير المباشر يكون هو هذا الأسفل فقط يعني هو قضية لو تلاحظها هو هذا باستثناء دائما كلمة باستثناء دائما في كلا الحالتين هنا باستثناء ماذا باستثناء بي وهنا باستثناء باستثناء لمجموعة التعريف هذا الكسر فقط يا أبنائي هذه الحالات الستة فقط أبنائي في مجموعة النقطة نأتي بعدها أبنائي إلى شيء آخر قال مناقشة عبارة مجموعة النقطة يعني نستعمل المرجح هنا A M A زائد B M B زائد C M C يسوي لنا D M A زائد E في M B معناه نتابع جيدا هنا هذه مجموعة نقطة شائعة أكثرية في الهندسة الفضائية وهنا قال إذا كان أعطيت لنا هنا شروط إذا كان مجموعة المعاملات لا يساوي السفر في هذه الجهة ومجموعة المعاملات في الجهات الأخرى لا يساوي ندخل G من طرف الأيمن ومن الطرف الأيصر باستعمال علاقة شال حيث G ندخل من هنا G هكذا تابعوا جيدا نتابع فقط قال A وB وC المرفقة بالمعاملات A وB وC وG فتحة يعني من هنا ندخل G حتى تفهموا من هنا G ومن هنا G فتحة مرفق بمعاملات إذن وG فتحة مرجح A وB هنا يعني من هنا ندخل G ومن هنا G فتحة أو أش أو نسميها أي شيء المرفقة بمعاملات وD ها هو حيث مجموعهم لا يساوي السفر على الترتيب في العبارة هذه العبارة هنا ندخل G وهنا ندخل G فتحة فنتحصل لاحظوا جيدا ها هي العبارة دقيقوا أرجوكم يعني هو العبارة D إذن تصبح كذا D M A زائد E M B إذن M A M A يساوي M G زائ G A M B يساوي M G زائ G B و M C يساوي M C زائ G يعني أدخلنا هنا معناه أدخلنا هنا G والG والG لم ننشر بعد A ولم ننشر A والB والS وبعدها تصبح عنا A وهنا بالجهات الأخرى كذلك M A أدخل هنا G G فتحة تصبح عنا M G فتحة G فتحة A وهنا M G فتحة G فتحة B ها هي أمامكم نجد بعدها أبنائي لا تتعبوا وقلكم G ومن هنا اجمعوا هذه D والأ وقولوا M G فتحة إذن فماذا نتحصل على عادة ماذا يكون A وB وC مجموعهم هذه مجموع A زائد B زائد C يساين D زائد أي أن M G يساين M G فتحة مجموعة النقاط هي محور القطعة ذات الأحرف الثابتة اللي هي G G وG فتحة الأخرى قال إذا كان مجموع هذه الجهة لا يساوي السفر والجهات الأخرى تساوي السفر ندخي الجهة في الطرف الأيمن معنا في هذه الجهة فتصبح لنا مثل ما تحدثنا يا أبناء معناه تصبح الكتابة هذه هي نفسها هذه لاحظوا تصبح لنا مثل ما تحدثنا هنا إلا أن في الجهة الأخرى هذه الجهة لا تقبل المرجح فتصبح لنا هنا انظروا يساوي أنه ماذا يعني دائما تقول القاعدة إذا كانت علاقة عندكم لا تقبل مرجح فعلموا أن ليس لها نصيب ها هو قد ذهب يذهب لكم ادخلوا مثل ما قال ندخل في الطرف الأيمن هنا و أو 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 ب في الطرف الأيصر ادخلوا هنا أو أو ب الأيصر أي نكتب آم ب يساوي أن آم آ زائد آ ب يعني هنا ثم نجد أنه ماذا تصبح لنا آم ج هنا هنا ربما الج قد نسي هكذا تصبح تساوي أن هذه الكتابة هي آ زائد ب زائد س آم ج ومن هنا تصبح لكم آ في آ ب وهذا ماذا يعطي لنا هذه القيمة هي قيمة ثابتة مهما كان لأنها لا يوجد الآن أما هذه هنا يوجد الآن مجموعة النقطة لما نجدها قيمة مثلا كأن نجدها كذا آم ج يساوي أربعة لأن هذه القيمة يمكن أن نجدها أربعة مجموعة النقطة يا أبنائي هي دائرة مركزها ج ونس قطرة هو هذه القيمة إذا جاءت مثلا هذه انظروا هنا المساواة لكن هنا الجداء السلامي لآ أم آ زائد ب آم ب زائد س س س س د آم آ زائد أ آم ب قلنا د آم آ زائد أ آم ب يساوي السفر نتبع نفس الخطوات التي تحدثنا عليها في الأول معناه ندخل من هنا مرجح ومن هنا مرجح كذلك ونكمل الكتابة فتصبح لنا كذلك نجد في حالة ما إذا كانت المعاملات لهذه الجملة لا تساوي السفر وهذه لا تساوي السفر نفس الشيء معناه نتحصل من هنا على آ زائد ب زائد س آم ج لأننا ندخل ج مرجح وهنا ندخل ج فتحة معناه تصبح لنا د زائد أ آم ج فتحة أي معناه هذا مستحيل يساوي السفر وهذا مستحيل يساوي السفر فتصبح لنا آم ج سلام آم ج فتحة فتصبح لنا آم ج سلام آم ج فتحة هذا ما يحققه لنا إذا كنا في الهندس الفضائيا نقول سطح كورة أما إذا كنا في المستوي فنقول دائرة لاحظوا كيف ذلك معناه الشعع آم ج آم ج يكون عمود على آم ج فتحة وهذا كيف ذلك معناه ما يحدثه إلى الدائرة لاحظوا إذا كانت هنا ج وهنا ج فتحة تخيل النقطة أم لو تكون هنا كيف يكون مثلث هذا يكون قائم هذه النقطة يمكن أن تتحرك كليا هكذا فماذا تصنع لنا تصنع لنا دائرة قطرها ج ج فتحة إذا تابعوا ها هو أمامكم قال مجموعة النقطة هي الدائرة التي قطرها ج فتحة في حالة ما إذا كان الجزء هذا يقبل مرجح يعني مجموعة المعاملة لا يستحف والجهة الأخرى ماذا والجهة الأخرى هنا لا تقبل مرجح فتصبح لنا مثل ما تحدثنا في الأول أن هذه الآن سوف تذهب يصبح لنا شعاع ثابت يصبح لنا أ زائد ب زائد س ماذا أم ج سلم آ ب سلم آ ب سلم آ معنا يصبح لنا شعاع آ ج يعامد ماذا آ ب وهذا ماذا يعطي لكم أن تصبح لنا نقطة ج هنا ونقطة آ هنا وعندنا شعاع آ ب إذا ماذا يمكن أن نقول هذا يصبح لنا مستقيم احفظوها مستقيم الذي يشمل ج و آ ب ماذا عمودي عليه أو شعاع نظيم مجموعة النقط لاحظوا هي المستقيم الذي يشمل ج وعمودي على مستقيم آ ب يعني آ ب يصبح له شعاع نظيم لأن المستقيم له شعاع نظيم يحذر وكما له شعاع توجيه مناقشة عبارة هذه لما تعطي لكم هذه العبارة بالتربيعات آ آ آ مربع زائد ب مربع زائد مربع يساوي لنا لوندا هنا عندنا كذلك نناقش بعض الأمور في حالة ما إذا مجموعة المعاملات لا يساوي الصفر معنا ندخل هنا G وندخل هنا G وندخل هنا G فتصبح لنا ماذا فتصبح لنا بعد الحساب يا أبنائي سوف تجدون هذه العلاقة بدون أن تعبعو لكم سوف أعطيكم حالة واحدة سوف أشرحها ثم أترك لكم لو نأتي الآن إلى M A مربع تساوينا ماذا أدخل M G زائد G A مربع لكل مربع هذه متطابقة شهر الأولى تساوينا M G مربع هنا بالشعاع زائد G A مربع زائد 2 M G سلم G A لكن كل شعاع مربع يصبح هو طول عندنا M G مربع هذا في الأصل ما هو هو M G سلم نفسه ماذا يصنع يصنع طاولة الأول في طاولة الثاني في الزاوية المحصورة بين شعاع في كوس الزاوية المحصورة ما بين نفس الشعاع إنها الواحد فتصبح لنا تصنع M G مربع إذن هذه تصبح لكم هنا يمكن أن ننزع هكذا وننزع هكذا تبقى لنا ومع G مرجح لما نكمل الحساب يا أبنائي وننقل الباقية إلى الطرف الآخر سوف تجدون M G مربع وهذا يمكن أن نضع له هكذا كطاولة كذلك يساوي لوند ناقص G A مربع ناقص G مربع ناقص G مربع على A زائد B زائد C لأن الجملة تقبل مرجح يساوي K هنا نناقش قيم K إذا كان K سالب لا توجد نقط لأن مستحيل طول يساوي عدد سالب أما إذا K يساوي سفر يعني هالي تساوي سفر فأصبح لنا هذه G تلتسق بالنقطة أم يصبح لنا نقطة أما إذا كانت K موجبة تماما مجموعة النقطة هي الدائرة التي مركزها النقطة الثابتة ونش قطرة هو جذر هذه القيمة جذر كليا هذه القيمة فقط يا أبنائي قال وفي حالة A زائد B زائد C يساوي السفر يعني ما زلنا مع هذه الحالة لكن هنا لا تقبل مرجح ندخل A مثلا يدخل A هنا سوف يدخل هنا A كمرجح ليس كمرجح يدخل A فتصبح لنا A ماذا A سلم B A B زائد C في A C تساوي لوندا ناقص B في A B مربع ناقص C في A C مربع على 2 جربوا ذلك مجموعة النقط هي المستقيم الذي يشمل النقط A ويحقق A سلم A H حيث A هي النقط التي تحقق لنا ب A B زائد C A C وهي المسقط العمودي حتى تفهم جيدا إذن هو مستقيم فقط يا أبناء لما تكون هذه الجملة لا تقبل مرجح فقط أما إذا كنتم في الهندسة الفضائية فسوف تجدونها مستوي فقط نأتي بعدها أبناء إلى العنصر كذلك مهم لأعداد المركبة والتحويلات النقطية كما تعلمون أن التحويلات النقطية أبناء يوجد لنا عبارتان عندنا عبارة المركبة التي هي زاد فتح يساوي A زاد زائد B مع A لا يساوي صفر و B لا يساوي صفر هنا يمكن حتى أن يكون يساوي صفر لا يهم لكن الآي يجب أن لا يكون يساوي صفر وإلا تصبح لنا زاد فتح يساوي به وهذه نقطة لاحقة لنقطة فقط يا أبناء ويوجد لنا هذه العبارة تسمى العبارة المركبة وعندنا العبارة وأخرى تسمى العبارة المختصرة وهي زاد فتح ناقل أوميغا حيث هذه الأوميغا هي مركز التحويلات وتبقى لنا طبيعة تلك واتطه هي من تعطينا طبيعة التحويل كما تعلمون أن التحويلات النقطية يوجد لنا ماذا الانسحاب وعندنا التحاكي انسحاب آش يوم وزول مرات بي آش هكذا والتحاكي آش هذا وعندنا الدوران وعندنا اللي هو آر وعندنا التشابه المباشر ولكن حتى تعلموا أن كل من الانسحاب والتحاكي والدوران هي تشابه مباشر إلا أنهم حالات خاصة أما هذا كليا هو التشابه المباشر لأن يوجد التشابه غير مباشر مبرمج غير رياضية هو زاد بار إذن التشابه مباشر ومزله بي آس تعالوا لأن نتحدث عن كل واحد على هيدا قال التحويلات المبرمجة هي الانسحاب الدوران التحاكي والتشابه قال نضع ماذا نضع زاد لاحقة أم وزاد فتح لاحقة أم فتح أم فتح هي صورة أم يعني هذه هنا هذه هي في الأصل أم فتح وهذه في الأصل هي أم حيث أي تحويل يحول إلى أم إلى أم فتح قال بالتحويل النقاطي كل من التحويلات لاحظوا لدينا أ زاد زاد فتح يسوي أ زاد زاد بي سوف نناقش كل حالة يوجد لنا كم من حالة يوجد لنا أربع حالات سوف نتحدث في الأول عن الحالة الأولى لاحظوا إذا كان الأ هذا الأ يسوي واحد والبي لا يسوي السفر اي هو الانسحاب شعاعه ذو اللحقة بي معناه يعطي لكم هكذا زاد فتح يسوي زاد زائد واحد ناقش اي هذا الانسحاب شعاعه اي هو الواحد والناقش واحد حتى تفهموا جيدا عندنا أبناء قال مثلا ها هو أمامكم اي هو الانسحاب الذي شعاعه ذو المركبات واحد واحد إذن احفظوا لما يكون اي يسوي واحد والبي لا يسوي السفر ماذا يصبح يصبح انسحاب ناتي الآن إذا كان ا عدد حقي مجب تماما غير معدوم يختلف عن ا ولكن هنا ليس الاب الضرورة أن يكون يا أبنائي الاب يكون عدد حقيقي مجب تماما لا الاب يكون ينتمي إلى ار ما ار اولا النجمة معاد الواحد لا يهمنا مجب ام سالب لا يهمنا مهما كان غير معدوم يختلف عن ا عن واحد اي هو التحاكي الذي نسبته هي هذه نسبته هي ال ومركزه النقطة الصامدة وسوف نعطي لكم قال مثلا زاد يساوي اثنان زاد زاد واحد ناقص نسبة التحاكي يمكن هنا حتى نجدها مرة قد يمكن أن نجد ناقص فنقول النسبة ك تساوي ناقص اثنان يجوز نسبة هذا التحاكي اثنان ومركزه النقطة التي لاحقتها تحقق لنا هذه أي أن أعطي لكم قانونها مباشرة حتى للتعب يا أبنائي قانون مركز التحويل الدوران والتحاكي والتشابه زاد اوميغا يساوي ب على واحد ناقص وانتهى الأمر يعني هنا في مثال نسبح زاد اوميغا البي كم هو واحد زائد ا على واحد ناقص ا لهو ناقص اثنان ونكمل المسير فقط عندنا كذلك أبنائي الحالة التي بعدها انظروا الحالة التي بعدها هي الدوران إذا كان هذا عدد مركب وطاولته تساوي واحد طاولة كم تساوي واحد مثال زاد يساوي اي زاد ولا يهم البي في هذه الحالة لا يهم البي طاولة اي كم تساوي واحد والاي ينتمي إلى ماذا إلى سي وعدد مركبة إذن ماذا يمكن أن نجد نقول هو الدوران هو دوران زاويته هي لارغ هذا في مثال هذا مثلا هو ب على اثنان ومركزه هو بالقانون ب على واحد ناقص وانتهى الأمر وهو مثال أمامكم نأتي إلى الحالة الأكثر شيوعا لما يكون الآ طاولته لا تسوي واحد طاولته قلت لا تسوي واحد وعدد المركب لأن لما كان واحد أخذها الدوران الطاولة لا تسوي واحد يتشابه مباشر الذي زاويته هي أرقل أرقل ونسبته ك هنا التحكي النسبة يمكن أن تكون مجابة أمسال أما التشابه لا نسبته دائما مجابة تماما ومركزه النقطة الصامدة بنفس هذا القانون زاوية مثلا أعطيت لنا هذا المثال زاوية فتح يسوي 1 زايد زايد 1 زايد زايد زاوية هذا لما نحسب هذا تجده 45 والنسبة لنا التحويلات يقول أحدكم وإذا قال لنا السؤال أوجد صورة ذات الإحداثية مثلا التي عندها زايد تسايل مثلا عوض هنا ب في هذه العبارة سوف تجدون هنا فتح صورتها فقط يبقى لنا أبناء العبارة المركبة العبارة المختصرة هي زايد فتح ناقص زايد أميغا يساوي ك في أسية إي تيط في زايد ناقص زايد أميغا هنا أبنائي من هو المسؤول أولا نأتي إلى هذه العبارة سوف نناقش فيها لاحظوا ونتبهوا معي إذن من هو المسؤول هو هذا الجزء إذا كان ك لاحظوا جيدا إذا كان ك يساوي واحد سبح الكتابة ماذا زايد فتح ناقص زايد أميغا يساوي ناقص إي تيط في زايد ناقص زايد أميغا إذن دوران مركزه أميغا هي النقذة التي تذكر من هنا ومن هنا وزاويته تيط هي هذه الآن إذا كان هذا الأمر هكذا يوجد إلا الكفقت لا يوجد الزاوية نقول ماذا تحاكن مركزه أميغا وزاوية ليس زاويته ونسبته كا تساوي كا يعني النسبة هي هذه القيمة أما إذا كان كل القيم موجودة مثل مثالنا هذا الكا عدد لكن الكا عدد حقيقي موجب تماما ليس سالب لو كان سالب لا أمره سوف نضيف ونكمل العمل إذا كان موجب فماذا ينتج ينتج أنه تشابه كيف هو مباشر مركزه أميغا وزاويته تيطة ونسبته كا حيث كا قيمة موجب تماما يا أبنائي مرات يعطي لنا نسبة يقول لنا نسبة مثلا يعطي لنا زاد ناقص واحد مثلا ناقص على مثلا زاد لاحظوا جيدا ننتبه قلت هنا أعطي لنا زاد فتح ناقص ا على مثلا على ناقص ا على زاد ناقص ا يساوي هنا مثلا إذا حسبنا ووجدنا ا يقول استنتج تحويل نقطة هنا هذا هو ذلك الذي كنا نتحدث عن له كا في أسية اي تيطة هذا الطاول كم واحد وهو عدد مركب إذن هذا دوران الذي يحول M إلى M فتح يحول المقام إلى البسط زاويته على اثنان ومركزه هو هذا ذا اللاحقة اللي هي ا تخيلوا لان لما نحسب مثلا ونجد هكذا اثنان يوجد هذا تحاك والتحك يجعل نقطة الاستقامية مع النقطة M و M فتح والنقطة مثلا ذات اللاحقة زاد هنا في مثال نهاية ا في استقامية اذا تحاكن نسبته كتسو اثنان قال واذا وجد ناقص اثنان كذلك تحاكن نسبته ناقص اثنان ومركزه هو هذا ويجعل النقاط في استقامية اما اذا وجدنا هذا الامر هكذا امتبه مثلا وجدنا الامر لما حسبنا يا ابناء وجدنا ثلاث ا تساوي الواحد فهو تشابه مباشر نسبته كتساوي النا ثلاثة وزاويته تيطه هي بي على اثنان ومركزه هو هذا يا ابنائي فقط وفي الاخير ابناء وبنات الاعزاء اتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما ارجوكم لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على رحوم الطاهرة ان وجدتم اخطأ في الحساب كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك انها صفحة الاستاذ نور الدين ليصلكم جديدا باستمرار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته